كتاب أمريكي جديد يتحدث عن صفقة عظيمة عرضها ترامب على العاهل الأردني بشأن الضفة الغربية ما تفاصيل هذه الصفقة؟ كشف كتاب أمريكي جديد أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد عرض صفقة عظيمة على العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني تتضمن السيطرة على الضفة الغربية وزعم بيتر بيكر وسوزان جلسر مؤلفة كتاب الحاجز ترامب في البيت الأبيض عام 2017-2021 أن الملك عبدالله الثاني قال لصديق أمريكي عام 2018 تعبيرا عن صدمته من عرض ترامب أعتقد أنني أتعرض لأزمة قلبية لم أستطع التنفس ووفقا للكتاب طرح ترامب اقتراحه الصادم في شهر يناير كانون الثاني عام 2018 وكان يعتقد بأنه يقدم خدمة للعاهل الأردني وبحسب ما ورد في صحيفة واشنطن باست فإن العرض الذي يتم الكشف عنه الذي لم يتم الكشف عنه سابقا هو من بين التفاصيل المذهلة حول رئاسة ترامب الفوضوية في الكتاب الجديد الذي يعد الأحدث في سلسلة طويلة من الكتب التي تتحدث عن كواليس فترة ترامب وكتب بيكر وجلسر أن كتابهما يستند على تقارير و300 مقابلة حصرية إضافة إلى مذكرات خاصة وملاحظات ورسائل بريد إلكتروني ورسائل نصية ووثائق أخرى تلقي الضوء على فترة رئاسة ترامب اشتركوا في القناة